ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء اليوم الأربعاء بقصر الديافة بالرباطة مأدبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لكودفوار السيدة دومينيكو وتارا التي تقوم بسيارة عمل للمملكة وحضر هذه المأدبة وزير الصحة والحميل الشماعي السيد خالد أيت الطالب ووزيرة التضامن والإدماج للشماعي والأسرة السيدة عواتي الفحيار ووزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيدة وسفير المغرب بكودفوار السيد عبد المالك الكتاني ووالي شهة الرباطة سل القنيطر عامل عملة الرباطة السيد محمد العقوبية كما حضر هذه المأدبة المديرة الوطنية لمؤسسة أطفال إفريقيا السيدة ناتينا سانجاري ومديرة الدوانة السيدة باتريسيا سيلفياو